الاسبوع اللي فات كان عندنا كده لخبطة صحية زي ما بيقولوا حبيتها قاوم شوية لكن ما قدرتش والحمد لله عدت على خير وها انا ذا معكم من اول هذا الاسبوع طبعا ابرز قضية موجودة على الساحة القضية بتاعت الناس المشاركة مع المنتخب من الاهلي واللي اخدت جدل كبير جدا الاسبوع اللي فات ومن حظ ان انا ما كنتش موجودة على مدار الاسبوع يمكن تلاعت بس مرتين في قطار المقاومة الصحية يعني لكن انا عايز نتفق اتفاق ان كلمة الوطنية والمزايدة الوطنية اللي بتحصل دايما في اي قضية حاجة بقت الحقيقة تدعو للنفور النفور دا يعني الزهق وان الواحد يعني مش عاجبه يبقى عارف انت لما تنفر من شيء تزهق منه كده وتبقى تقمد عنه مش طيقه بقت الفاظ الوطنية ماذا نقول عن محمد صلاح يعني اذا حبينا نوصف ان محمد صلاح مش جاي مطش اسيوبيا وهنا نحط علامة استفهام برضو اذا كنا هنتكلم بنفس المسطرة ولا هنتكلم ان هناك ظروف قد تحكم وتجعلك تطلب طلب طرامة طلب جائز يعني اللي خلى الناس تطلب بما فيه محمد صلاح انا ملعبش مطش اسيوبيا انه المنتخب صعد لنهايات كاس القوم الافريقية خلاص يعني المراد قد تحقق والعلامة الاستفام او التعجب ان فيتوريا المدير الفني للمنتخب ما تكلمش عن القصة بتاعة صلاح دي نهائي في المؤتمر الصعف اللي عمل الاسبوع اللي فات لما اعلن فيه القيمة والاسماء والكلام ده وبالتالي الناس اعتبرت ان اعتذار محمد صلاح عن مباراة اثيوبيا هو اعتذار مفاجئ يعني حاجة لسه حصلة من كم يوم بس يعني لانه لو حصل من بدري كان فيتوريا طلع اقال انا مش هرقع في الماتش ده جير صلاح ده من وجهة ناظر كان بقى قراره هو لكن هل دلوقتي قراره هو لا مش قراره هو طب هلنزاد على وطنية صلاح طبعا لا طب هلنزاد على وطنية الاهلي طبعا لا هي دي القصة يعني بعيد على انه انه فيتوريا قراره صح في ضم اللاعبين او غلط في ضم اللاعبين او بعيد عن القرار الفني كابتن محمد بركات كان ليه تصريح الحقيقة واتكلم عن وقال ان هناك تنسيق بين الاهلي كامل بين الاهلي واتحاد الكورة وده مش صحيح وده من العيوب اللي بتفجر القضايا انه مفيش تنسيق مفيش محادثات وفيش ترابيزة الناس بتقعد عليه شوفوا اي موضوع بين اي مؤسستين في الكورة كبار هتلاقي الناس ما بتقعدش كل واحد بياخد رأيه وقراره بعيد عن التاني وبحدش بيسمع وجهة نظر التاني واقع اجمل تفسير سمعته قالك اصل التصنيف بتاع منتخب مصر ربما يتراجع في الماتشين دول لو حصل حاجة وبالتالي مصر تتشال من على رأس مجموعتها انا مش هرد يعني اللي يقول كده بقى انا مش هرد انا يعني تخيل هنعد قرأة كاس العالم التصفات كاس العالم اللي هي التسع مجموعات اللي اتعاملوا بتوعنا بتوع كاس العالم هنعدها ليه هنعدها عشان خاطر حد في اتحاد الكورة عضو مجلس ادارة مش هقول اسمه هو على فكرة اهلاو كان بلعب في الاهل مش هقول اسمه انا مش هقول اسمه خدوا بالكو يعني فمن الحاجات المبررات اللي انا لما بقراها الحقيقة بندهش جدا وباستغرب جدا يعني في الاخر ربما نقبل مبرر ان دي ارادة فنية للمنتخب المصري وجهاز هو مسؤول خلاص احنا ممكن نتكلم عن قوله كذا كذا لكن ما قدرش يكبره فنيا على الشيء لكن ما قولش حاجة ربما تكون مصحيحة على ارض الواقع دي من الحاجات المدهشة يعني اللي خاصة بالقضية دي خلوني ارجع تاني امبارح القرعة بتاعت الدوري الافريقي هو اسمه الدوري الافريقي الدور الافريقي يعني مش السوبر الافريقي هم سموه الدوري الافريقي لقوا كلمة السوبر سموه الدوري الافريقي بمشاركة الثمن انديا اللي احنا عارفينهم الاربعة الكبار الاهلي والترج والوداد وسندونز والاربعة اللي بعديهم اللي هم سبا ومازنبي وأنينبا وبترقاتلتهم الاحلي هيلعب سبا التنزيني وقبل كده انا قلتلكم معقول ده لو الاهلي هيعمله مباراة افتتاحية بدار السلام في تنزانيا فلازم يكون طرفها النادي الاهلي بتفتتح بطولة كبيرة يبقى لازم طرفها النادي الاهلي ولي افتتاح كده عايز تعمل حاجة تعمل بوم لازم تحط النادي الاهلي في الافتتاح حلو؟ وقلت لكم الاهلي ده ما معزز جدا انه هيلعب اي فرقة فتبص تلاقي حتى المباراة الزهاب اللي على ارض المنافس هتتلاقي في ارض تالتة لها دار السلام تنزانيا لانه ما قالوا الافتتاح في تنزانيا فوق اسبيق وفاجأ ان الاهلي هيلعب سنبا التنزاني في الافتتاح في دار السلام طب هال دي مقصودة مليار في المية مقصودة كرة بردة وكرة سخنة دي مليار في المية بصوا انا مغمض يعني دي وانا مغمض الاهلي هيلعب سنبا التنزاني في افتتاح البطولة وقالك الاهلي اللي هيعمل لنا البوم وسنبا بتاع دار السلام هو النادي اللي يمثل هذه الدولة وبالتالي حط زيت جنب أبيد وخلص فالآله هيلعب سيمبا في المباراة بتاع الدور التمانية والتراجع هيلعب مازمبي والوداد هيلعب أنيمبا وسانداونز مع بيترو أتلينغ 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 طبعا في حالة انه كمل بيترو أتلينغ في القصة بتاعته ويقافه سنتين ورشاوة وقصص اللي عنده دي في أنجولا يعني وإن ما كانشي هيجيبه نادي تاني من ليبل 2 ودولة مش مشاركة يعني هو قال لك ما فيش دولة هتشارك بفرقتين في الدور الإفريق ناس قالت الزمالك ربما يشارك ناس قالت الرجاء ربما يشارك لا النجب الساحلي لا اللي هيشارك فيه المكان بيترو أتلينغ إذا قصتبعد نادي تاني من الاندية بتاعت ليبل 2 أو الصف التاني يعني ودولة ملهاش نادي في البطولة طيب الأهلي إذا كسب سيمبا وده بنسبة تسعمية تسعة وتسعين في المية حيقابل مين حيقابل سانداوز وشايف بقى ملحمة عن نت ينهر أبيض إلحق ده القالة هيقابل سانداوز خد مني بقى الكلمتين دول وحطوهم كده إيه جنبك أو في جيبك لغاية ما نلتقي في المباراة دي يوم 29 أكتوبر في جنوب أفريقيا أسهل دور حيعدين نادي الأهلي بتاع سانداوز خد مني وصر يعني يمكن يكون سيمبا أصعب الوقت اللي هلوبا اللي كان هنا القصير ده من كيسوني اللي كان بيع في الأهلي اللي رجع سيمبا تاني يعني الأهلي خدوا زبطوا وعدلوا دماغوا ورواقوا كده وطلقوا عارة لملوا قرشين بالأهلي ومنقابها السعودي ورجع على تنزانيا يمكن سيمبا يبقى أصعب من سانداوز وقتشوفه طب ليه بقول كده هل يعني بقول كده نوع من الاندفاع في الرأي الفني لأ لأنه مرسيل كولر لما قابل سانداوز السنة اللي فات ما كانش عارف سانداوز دي ما كانش شافه يعني ما كانش ذاكره بالشكل المثالي لألي خسر منه السنة اللي فاتت خمسة اتنين وتعادل هنا اتنين اتنين لو تفتكروا يعني وبعدها برضو قلتلكوا لأهل البطل قلتلكوا وقتها الأهل هيكسب البطولة دي وقد كان إنما المرادي كولر رايح مذاكر جدا 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 ومش على طريقة اللمبي مش مذاكر على طريقة اللمبي لا ده مذاكر بقى على طريقة زويل يعني مذاكر 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 يعني فأنا متوقع إن مباراة الزهاب اللي هتتلاح في جروب أفريقيا الأهلي هيحقق نتيجة إيجابية ويجي هنا يكسب وحيبقى أسهل دور وخدوك كلمتين دول نعارف بعض الناس هتخشوا وتضحك وتهزم على الفيديو ده وعلى الكلام ده لكن هتشوفوا الأهلي قدام سانداوز هيعمل إيه وأنا سعيد جداً اللي قاله هيقابل سانداوز عشان نخلص بقى من الفيلم ده وكان نفسي يقابله السنة اللي فاتت في الفاينل عشان نكسب عشان نخلص من الموضوع ده طيب الأهلي إذا كسب سنبه هيقابل سانداوز والترجه هيقابل مازينبه إذا كسب هيقابل الوداد اللي هيلاعب أن يمبه طبعاً إحنا بنقول الناس اللي في ليبل وان اللي هو الأهلي والوداد والترجه والسانداوز هم الأقرب إيه ليه التأهل طب الأهلي إذا كسب الأهلي هل عم المطش الأولاني يوم عشرين أكتوبر في دار السلام في تنزانيا والمطش التاني يوم خمسة وعشرين في القائرة مطش جنوب أفراقيا مع سانداوز هيكون يوم تسعة وعشرين أكتوبر يعني هيخلص المطش بتاع سامبه هنا ياخد الطيارة ويطلع جري على جنوب أفراقيا مطش العودة الفرقتين هيرجعوا مفترض على طيارة واحدة على القائرة جري علشان خاطر ما بين الزهاب في جنوب أفراقيا والعودة هنا بس تلت أيام المطش يوم تسعة وعشرين ويوم واحد نوفمبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي خلاص مستعد للدور الأفريقي بفرغ الصبر وفي انتظار سانداونز لو ربنا كرمنا وكسبنا سنبه التنزاني بس في الأول وفي الآخر المهاجم اللي كل يوم والتاني السوشال ميديا وكلنا مستنيين ومستنظرين من إدارة النادي الأهلي ولجنة التعاقدات داخل النادي في التعاقد مع مهاجم يكون بحجم وعظمة النادي الأهلي لكن الحد النهاردة لسه ما شفناش أي مهاجم جالنا في الطريق فاحنا بنتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون المهاجم على قد المستوى وفي انتظار لجنة التعاقدات تطلع علينا وتعرفنا ايه أخر التطورات في حكاية المهاجم الجملي اللي لسه الأهلي متعاقد معنا